تتحات قبل قليل منافسات كأس آسيا اللي بتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بعد ما اعتذرت الصين عن استضافتها بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في السنين الماضية طبعاً النسخة رقم 18 رح نشوف هلأ من كأس آسيا رح تستضيفها قطر للمرة الثالثة بتاريخها وبتضم 24 منتخب هدول 24 منتخب تم تقسيمهم على ست مجموعات بواقع أربع فرق لكل مجموعة المجموعة الأولى هلأ رح نستعرض المجموعات الستة المجموعة الأولى بتضم المنتخب القطري المضيف وأيضاً حامل لقب البطولة بالإضافة إلى الصين وطجكستان ولبنان أما المجموعة الثانية ففيها المنتخب الأسترالي وأيضاً أسباكستان وسوريا والهند نروح للمجموعة الثالثة المجموعة الثالثة ففيها المنتخب الإيراني واللي يعتبر من أبرز المرشحين للفوز بهذا اللقب في هذه النسخة وللعلم أيضاً هو المنتخب الوحيد اللي حمل لقب هاي البطولة في تلت نسخ متتالية بيجي مع منتخب إيران منتخب الإمارات هونغ كونغ وفلسطين في المجموعة الرابعة بتواجد أبرز المرشحين للقب البطولة المنتخب الياباني وبجانبه اندونيسيا العراق وفيتنام نروح هلأ لمجموعة المنتخب الوطني وهي المجموعة الخامسة اللي بتضم إلى جانبه كوريا الجنوبية ماليزيا والبحرين أما المجموعة الأخيرة فبتواجد فيها الأخضر السعودي إلى جانب تايلند قرغستان وعمان طبعاً المنتخب العماني يبحث عن لقبه الأسيوي الأول في هذه النسخة وكالعادة كل منتخب من هاي المنتخبات كل منتخب فيه كل مجموعة من المجموعات رح يلعب ثلاث مباريات في هذا الدور بالنسبة للتأهل رح يتأهل بطل ووصيف المجموعة تأهل مؤكد يعني لهم صاحب المركز الأول والثاني بتأهلوا تأهل مؤكد أما صاحب المركز الثالث فتأهلوا غير مؤكد لأنه أفضل أربع ثوالث عن المجموعات الستة هم اللي رح يتأهلوا أما فيما يتعلق بمنافسات الأدوار الإقصائية فرح تكون بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة فهذا هو نظام بطولة آسيا حلقتنا اليوم مليانة نجوم كتبوا تاريخ الأردن في هاي البطولة ورح يكون معنا بالستوديو خالد سعد وفيصل إبراهيم اللي هم من أهم محاربي المشاركة التاريخية الأولى بال2004 ورح ينضم لنا كمان من تركيا نجم نسخة 2011 عديق الصيفي لنحكي معهم عن ذكرياتهم وحظوظ ممتخبنا في هاي النسخة كابتن خالد سعد وكابتن فيصل إبراهيم أهلا وسهلا فيكم رحب فيكم بأكستر تايم بموعده الجديد كيف باس؟ مبسوطين على الوقت الجديد؟ أكيد إحنا مبسوطين برجعتكم يعني بصراحة إشي بفرحنا نرجع ونحكي وندلوا بالأخبار من أولها لآخر وإحنا فرحتنا بوجودكم أكبر طبعا تاريخ من مراحل وحكايات وبداية لا تنسى رسمها الجنرال الراحل محمود الجوهري ومشاركة أخيرا انتهت بصورة غير متوقعة في عهد وعهدة البلجيكي فيتال عشرين سنة شهدت مشاركاتنا الأسيوية الأربعة خلونا نسترجعهم في هذا التقرير يترقب عشاق كرة القدم الأسيوية الظهور الخامس لمنتخب النشامة في كأس أسيا فكيف بدأت الحكاية وشوه الإنجاز الأبرز لمتخبنا الوطني في هاي البطولة التأهل الأردني الأول للبطولة كان عام 2004 في الصين جيل ممتاز بتكون من نجوم ممتازة أمثال عبدالله أبو زمع، خالد سعد، محمود شلباية، أناس زبون، مؤيد سليم وبيقودهم الجنرال المصري محمود الجوهري وهالبطولة شهدت الظهور الأول لحارس المرمى عامر شفيع ووصل النشامة فيها لدور الثمانية وغادر البطولة بعد مباراة دراماتيكية أمام اليابان اتخللها حادث التبديل المرمى خلال ركلات الترجيح لا يودع النشامة البطولة بدون خسارة أي مباراة المشاركة الثانية كانت في بطولة 2011 في قطر وشهدت وصول النشامة تحت قيادة العراقي عدنان حمد للدور ذاته قبل الخسارة من أوزباكستان وكانت هاي البطولة بمثابة المفتاح لتألق جيل حسن عبدالفتاح وزملائه واللي وصلوا بعد هيك للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2014 وشهدت هاي النسخة فوز مثير على السعودية بهدف خيالي لبهاء عبدالرحمن وفوز لا ينسى على المنتخب السوري اللي كان مدجج بالنجوم أمثال فراس الخطيب وجهاد الحسين أما عن المشاركة الثالثة فكانت الأسوأ للنشامة ظهور خجول في نسخة أستراليا عام 2015 تحت قيادة المدرب الإنجليزي الراحل ري ويلكنز وانتهى بالخروج من دور المجموعات بخسارتين أمام اليابان والعراق وفوز يتيم على الشقيق الفلسطيني أما الظهور الأخير الكتيب الأردنية كانت في النسخة الماضية اللي أقيمت في الإمارات أداء ممتاز أمام أستراليا وفوز مثير على سوريا منح النشامة صدارة المجموعة لأن الخسارة الغير متوقعة أمام فيتنام في دور الستاش أنهت رحلة كتيبة المدرب البلجيكي فيتال في البطولة مبكرا أحلام كبيرة وتطلعات بتحملها تشكيلة المغربي الحسين عموتة في نسخة قطر 2024 قلوبنا مع النشامة هو لسان حال كل الجماهير الأردنية أكيد والهدف الوصول للمربع الذهبي على أقل تقدير كابتن فيصن بلش معك لو بطلب منك تلخص أو توصف مشاركات الأردن وخصوصا المشاركة الأولى في كأس آسيا كيف توصفها وكيف تلخصها؟ يعني أنا إذا بدي ألخص بطولات آسيا أو مشاركة الأردن بآسيا أنا بصراحة بلخصها بألفين وأربعة هي البداية وهي الانطلاق وهي اللي حطتنا على المسار وفتحت الطريق للأجيال اللي بعدين فمشاركات كانت دائما برائعة لكن للأسف دائما سوء الحط يعني حالفنا من أول بطولة اللي كان ممكن أن نصل فيها لأدوار متقدمة لكن في باقي البطولات كان دائما دور الستاش هو العثرة فأتمنى أنه مع حسين عموتة تختلف الأمور إن شاء الله كابتن خالد كلاعب يعني هاي كانت أول نسخة بشارك فيها المنتخب الأردني بألفين وأربعة أكيد شعور صعب بيكون بالنسبة لللاعبين لما بيخوضوا مثل هاي البطولة للمرة الأولى شو بيكون الشعور وكيف بيكون اللاعب يفكر قبل ما يفوت على أول مباراة له ببطولة آسيا يعني في البداية اللاعب بيفكر دائما بهم كبير قبل ما يدخل على الملعب لكن بلحظة دخولنا للملعب تنتهي كل التفكير السلبي تنتهي كل التفكير الإيجابي والأفراح وهاي الأمور اللي بتكون انت من بداية التصفيات إحنا كنا البطولات هاي لما أهلنا لآسيا بأول مرة بالألفين واربعة كان قبلها معسكرات طويلة كان فيه قبلها تعب وعناء والتأهل للتصفيات كان هذا كله صعب هذا كله ضغط على اللاعبين لكن إحنا لما وصلنا للبطولة فعلا كان منتخب على قدر المسئولي كان الاتحاد قائم بأدوار كبيرة كانت منظومة كرة القدم في الأردن كانت مميزة للأمانة لكن الجيل زي ما ذكرنا جيل لاعبين مميزين يعني كانوا رجال في الملعب قبل كل شيء كانوا يعني بيحملوا هم البلد كانوا بيحبوا يفرحوا هالشعب الأردني اللي بيستاهد دائما الفرحة وكانت كأول مشاركة أسيوية للمنتخب الأردني كانت دائما يعني مشاركة ممزوجة بالأمل ممزوجة بالرحبة يعني كل عناصر اللي بالدنيا موجودة كانت بهاي المشاركة الأولى أول تأهل أول ظهور أول مشاركة الكل كان مسلط الضوء على المنتخب يعني من رئيس الاتحاد سيد السمول أمير علي بن الحسين كان هو الداعم الأول والداعم الأساسي للمنتخب وصول جلالة سيدنا للصين للمشاركة المنتخب يعني هذا كله كان حافز ودافع لللاعبين واللي قدمنا يعني كان شيء خرافي كابتن الراحل كابتن محمود الجوهري الله يرحمه زرع فينا شيء كلاعبين يعني أول تأهل شال الرهبة من اللاعبين بداية أعطى اللاعبين الثقة واللاعبين استحقوا هاي الثقة وكانوا على قدر المسئولية يعني بشخصيته طريق التعامل معاكم وما قدرتوا إنكم تكسروا رهبة هيك بطولة بهذا يعني هو ما كان يتعامل معنا سوري ما كان يتعامل معنا كمدرب كان يتعامل معنا كوالد لللاعبين وإحنا بتعرف اللاعب الأردني دائما حساس إحنا ما بدنا نحكي بإحترافية عالية بهاي الفترة إحنا كنا لاعبين يعني مشاعر يعني هو بده واحد يكون قريب منه دائما المدرب هو الجوهري الله يرحمه كان عامل دور القائد والمدير يعني القائد اللي هو إحنا بنتبعه بمحبة والمدير اللي هو الصارم والحازم وصاحب القرارات اللي قراره دائما ما في عودة فإحنا دائما الرهبة والمحبة فكانت موجودة هاي انتقلت وانعكست على اللاعبين بتوازن يعني بصراحة نحكيها بكل أريحية الله يرحمه محمود الجوهري وخلنحكي المنظومة كاملة بالاتحاد كرة القدم من سمو الأمير علي ومن أمين السر ونائب سمو الأمير علي كان نضال حديد وفادي زريقات كانت منظومة متكاملة هي اللي اعطتنا المجد يعني خلنحكي في هداك الزمان غير هذا الزمان مختلف لسه هذا الزمان متوفر فيه أمور ما كان نقدر يتوفر إنه في هداك الزمان لكن خلنحكي الدراسة الصحة المنظومة الصحة الأداء الصحيح جهاز فني عرف كيف يتعامل مع العناصر الموجودة وتزامنا وترابطا ما بين الجهاز الفني والاتحاد كرة القدم جمع اللاعبين هو اللي عمل التشكيلة وعمل المنظومة اللي وصلتنا للمرحلة اللي احنا لغاية الآن واصلين من أجلها حلو طيب حكيت إنه كل الامكانيات اللي موجودة يمكن هلأ تختلف عن الامكانيات اللي كانت موجودة في الوقت السابقة يمكن هلأ أفضل وأحسن سؤال لكم انتوا تنين لو برجع فيكم الزمن بتفضلوا تشاركوا بالنسخة الحالية أو بنسخة 2004 في ظل الامكانيات وكيف يعني وين وصلت كرة القدم من يعني كتير نواحي وامكانيات عم بيقدمها لالاتحاد بس أنا بدي أجاوب بناحية مختلفة يعني هل الجيل نفس جيلنا يكون موجود حاليا يعني خالد مؤيد عبد الله جيلكم موجود حاليا بالامكانيات الموجودة حاليا بكرة القدم الموجودة حاليا بصراحة يعني حاليا ممكن يعني جيلنا اللي كان بالامكانيات الموجودة ممكن يفعل يعني أشياء أكثر مما كان عليها في الزمن حيلو طيب كابتن فيصل لو غمضت عينيك هلأ عشان تتذكر لحظة ما بتنساها بنسخة 2004 شو بتكون ركلة الجزاء بصراحة ركلة الجزاء طيب خلونا نشوف ركلة الجزاء أو في لقطة بدي أفرجيك هيها شايف كابتن شايف الهدوء اللي هو فيه منا نشوف عكسه هلأ الطرد الطرد هلأ اللي عمل كل التغيير واللي دخلنا فعلا في هاي التصفيات بروح الطرد اللي عمله على لعب الكويت بشار عبد الله هذا اللي قلب مصير المباراة نشوفها هاي اللحظة هذا الانفراد كنا رح نخسر يعني صح في الحوت وراء عامر شفيع بس تدخل كابتن فيصل هو اللي أنقذ الموقف كان بوقته نعم نعم بعدين بس كابتن يعني اللي بشوفك هيك رواء وهدوء وهيه ومصدوم بعدين انت شوفت ردت فعله كيف متفاجئ هو لازم يعني لازم تكون في ردة فعل مع الحكم شوفي الهدوء دائما موجود خارج الملعب أو داخل الملعب لأنه انت بهدوءك ممكن تأخذي القرار وتأخذي التفكير الصائب وتأخذي اللحظة المناسبة يعني هي رمشة عين بصراحة كالحادث والتفكير لحظة يعني رمشة عين أنا لو غفلت عنه ثانية كان ممكن ولاعب مثل بشار عبد الله في حال انفرد في المرمى رح يسجل وإذا سجلت كانت رح تكون أمورنا يعني صعبة أنه احنا نرجع لكن هاي عطتنا الروح وعطتنا المعنوية الحافز كانت وذكاء الله يرحمه الجنرال محمود الجوهري هو عطانا الحافز يعني خرج مدافع ودخل مهاجم عزز الفريق عزز الهجوم وقدر يعني بنقص اللاعبين أنه يقنص الامبراء بهدفين يعني كانوا خياليين من الغزال ومن الحسونة لحظتك اللي مطبوعة في ذاكرتك من 2004 هلا اللي مطبوعة دائما كل بطولة آسيا ترجع فيه ذاكرة حلوة يعني سواء كجيل أو كبلد أو إلي على المستوى الشخصي كتسجيل أول هدف للمنتخب الأردني في بطولة آسيا هذا شرف إلي ووسام على صدري دائما أنا فخور في هذا الإنجاز مش كعلى الصعيد الشخصي على صعيد الجيل أنا دائما بحكي بجيل ما بحكي بخالد خالد ما تميز فاصل ما تميز إلا من خلال جيل من خلال منظومة ككل يعني في لحظات مؤثرة وتاريخية جدا يعني تسجيل الهدف إحنا إليك لحظتين ننشوفهم مع بعض هلا تسجيل الهدف وصناعة الهدف بس الإشي اللي معلق في ذاكرتي أكثر الحكم اللي غير القول اللي غير أثناء تنفيذ ركلات الجزاء هذا الحكم مش قادر أنساه مش قادر أشيله من بالي لأنه هو قلب الشمس وقلب الحب هو اللي طلعنا من البطولة بصرح هي فعلياً فعلياً كرة القدم في معظم الأوقات بلعب الحظ دور كتير كبير فيها يعني الأمثال ما تركت شيء أعطيني حظ ورميني بالبحر يعني بلحظة ممكن أنجو يعني لحظات كتير حلوة صراحة طبعاً مش كتير منرجع بتحس في الكرة القدم الحديثة اللحظات المؤثرة كتير أقل من زمان سمحيلي شوفي هذا جيل بصراحة يعني لا كنا نلعب من أجل مادة أو من أجل أنفسنا هو شغف هو كانت إشي من داخلك يعني وطن شعب اسم يعني جماعي كان يعني فيصل ما يفكر بفيصل بالفريق كله بالمنتخب فيصل يفكر بمجموعة خالد يفكر بمجموعة هذا النجاح لي وصل يعني فعلياً هي اللحظات اللي كانت كنا بنعيشها كمنتخب كنا نسافر مثلاً على دول دول من هالدول ما كانوا بيعرف أن المنتخب موجود عندهم بهذا الأوتيل إلا من خلال مثلاً نفوز ونرجع الجمهور يجو يعملوا احتفالات باب الفندق يعرف الموظفين والناس للفندق أنه فعلاً هذا المنتخب كانوا موجودين عننا كنا بالغرف على طول يعني وكانوا يحكوا دايماً أنه ليش بتاخذوا عشرين غرفة أو خمستعشر غرفة خذوا غرفتين أنتوا دايماً قاعدين بغرفتين دايماً المنتخب كنا متجمعين مع بعض هذا الانسجام مطلوب هو الجيل الأمتع كان